السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه التغطية الخاصة والمفتوحة على شاشة قناة مكملين النهاردة هنبدأ مع حضراتكم ونشوف آخر خطوات الحراك وصلت لفين المظاهرات اللي خرجت منذ الصباح وصلت لفين النهاردة وفي هذه اللحظات في صباح اليوم الثالث يوم 22 بنتكلم أنه في هذه اللحظة في هذه الثواني هناك تظاهرة خرجت في منطقة الشبك الشرقي بالجيزة في اللحظة اللي أنا أكلمكم حضراتكم الآن ساعة واحدة بالليل أو واحدة وعشرين دقيقة بتوقيت القاهرة في تظاهرات خرجت في الجيزة بالطالب بإسقاط النظام وبالطالب برحيل عبدالفتاح السيسي النهاردة يوم مهم جدا في تاريخ الدعوات اللي انطلقت وتحديدا الدعوة اللي أطلقها المقاول والممثل محمد علي خلينا مع حضراتكم نستعرض استعراض سريع ودقيق للي بيقول ما فيش حراك وشوية عشرة خمستاشر اللي طلعوا وإنه العدد محدود وطلعوا تلات اربعة دقايق وانسحبوا بدون اشتباك وبدون أي حاجة أنا النهاردة هاختار لحضراتكم في بداية تغطيتنا التغطية المباشرة لنقل ما يحدث في مصر من حراك في الساعات الأولى من صباح اليوم الثالث يوم 22 تسعة 2020 بنتكلم عن انه بالفعل ما زال الحراك متصاعد مبارح مؤسسات صحفية كانت بترصد الحراك في الشارع المصري ورقصت ما يقرب من حراك في سبع محافظات في حوالي 16 نقطة النهاردة بنتكلم عن حراك في ما يقرب من 9 محافظات 22 نقطة تم تصورها بالصوت والصورة ممكن تكون في مناطق تانية خرج فيها تظاهرات وحراك في محافظات أخرى مختلفة لكن اللي تصور بكاميرا صوت وصورة 21 إلى 22 تظاهرة النهاردة محتاجة أقول لحضراتكم ان احنا معانا شهادة تقدير لهؤلاء الأبطال لهؤلاء الأحرار اللي خرجوا في الشارع المصرية وهقدم حضراتكم أسماء الأماكن اللي خرجت فيها تظاهرات منذ الصباح واللي ما بسمعش يسمع واللي ما بيعرفش يدون لازم يدون علشان احنا بالنهاردة بنأكد المكان والمحافظة والمكان اللي انطلقت فيه التظاهرة النهاردة ما حضراتكم خلينا نقول ايه اللي حصل بالزبط وبالورقة والألم بنتكلم تحديدا في محافظة الجيزة زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة عندنا تحرك واسع في قرية العطف والصف كفرأنديل قرية أبو رجوان قرية الصلحية العياط جذرة الوراء قرية مزهونة من يرقة أطفيح البدرشين الكداية الشبك الشرقي في الجيزة بتعد معايا ولا ما بتعدش سمعين ولا من سمعين كل اللي بنقوله لحضراتكم هذه مجموعة من القرى والمناطق اللي حصل فيها حراك في محافظة واحدة زي محافظة الجيزة نعد من تاني قرية العطف الصف كفرأنديل قرية أبو رجوان قرية الصلحية العياط جذرة الوراء قرية مزهونة منية الرقة أطفيح البدرشين الكداية وأخيرا الآن في هذه اللحظات هناك تظاهرة في الشبك الشرقي بالجيزة بقول لحضراتكم عندنا أكتر من نقطة التحرك حصلت النهاردة نتكلم عن محافظة زي محافظة قنة محافظات الصعيد قرية الشيخ علي قرية النجع سعيد قرية دندرة أيضا في نقطة أخرى من نقاط التحرك النهاردة في المينيا في قرية الحوارتية في الفيوم قرية دار السلام في سوهاج طهطة في أسيوت منفلوت الأليوبية شبرة القاهرة أحمد أسمة جسر السويس والدويقة بقول لحضراتكم زي ما شايفين قدامنا بالوراء والألم أكتر من تسع محافظات أو تمن محافظات حصل فيها حراك النهاردة أوسع من حراك مبارح النهاردة بنتكلم عن 22 نقطة أو 22 قرية خرج فيها حراك منذ الصباح